مسدود انصح التعبير التظاهرات بالأمس رفضت بشكل واضح المقترحات الرئاسية ولكن لا جديد اليوم من جانب الحكومة بالتالي ما المتوقع؟ طبعا لا يوجد هناك أي مؤشر ربما للتوقف الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير اليوم تقريبا شهر ولا يزال هناك مؤشرات لتزايد عدد المتظاهرين يوميا في كل الولايات الجزائرية المتوقع طبعا النظام الآن واضح جدا أنه يراوغ لكسب الوقت لربما لاتخاذ قرارات ما لا نعلمها الآن في الساحة لا أحد من السياسيين ولا في الصحافة ولا في الرأي العام يعلم ماذا يفكر النظام بالضبط ولكن بلا شك أنه يعمل الآن تحت تأثير الضغط الشعبي الكبير جدا الذي تجوز أرقام لم يكن متوقعة قبل 22 فبراير ولكن هل اليوم هناك صقف جديد للمطالب أم أن ربما الاحتجاج فقط هو على عدم تعيين موعد جديد للرئاسيات يعني ما المطلوب أيضا من الجانب الآخر من جانب النظام كي ربما يفهم المحتجون أن الرسالة وصلت نعم لقد ارتفع صقف المطالب بشكل سريع جدا في الشارع منذ الجمعة الأولى اليوم المطالب وصلت حتى إلى حد الحديث عن القصاص والمحاسبة وربما بالأسماء تم رفع حديث عن عدد من الرجال الأعمال الحديث عن شخصيات بارزة في النظام وهذا ربما نتيجة تجاهل النظام للمطلب الأساسي وهو انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهائيا من المشهد السياسي سواء من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور وهو ما أشار إليه الرئيس في رسالته الأخيرة عندما تحدث عن عجزه الصحي وهذه فرصة مناسبة للنظام الجزائري لتطبيق هذه المادة وإنها هذا السيناريو الذي يدفع نحو يوما بعد يوم ربما إلى تصعيد من قبل الشارع الجزائري المتشغوف ربما بمطالب عدة يريد المحاسبة الآن يريد يتحدث اليوم الشارع بشكل مباشر على إسقاط النظام وهذا الشعار لم يظهر في الجمعات الأولى على الأقل ربما يوم يوم انطلقت الاحتجاجات في الجمعة الأمس كان هناك مطلب مرفوع بشدة إسقاط النظام وتم الحديث بما يتحدث الشارع الجزائري يرحل قاعي يعني وهي بالعمية تعني رحيلكم جميعا دون استثناء ربما هذا الوقت الآن لا يصب نهائيا في مصلحة النظام كما قلت لك قبل قليلا نعرم ماذا يفكر هذا النظام لا توجد قرارات حقيقية على الميدان ولا توجد أيضا قرارات مقنعة بشكل يوحي بأنهم يفكرون في المطالب أو يقرؤون المطالب التي يأتي بها الشارع يقوم المباوثة الأممية الآن بدور التفاوض مع بعض الشخصيات في المعارضة الأخضر إبراهيمي ولكن سيد محمد أيضا رأينا لفتات ترفض هذا التدخل من جانب أو هذا التفاوض للإبراهيمي بالتالي هل أيضا ربما مطالب المعارضة أو مطالب الاحتجاجات في الشارع تبدو غير مؤطرة ومن الممكن بالتالي أن تندرج إلى دواعيلة حمد عقباها بلا شك هذا ما نخشى منه لأنه الشارع اليوم يشعر بالإحباط يشعر باللمبلاء المطلقة من طرف النظام الجزائري يشعر بأنه يتقزيم حتى في الحديث بعض سياسيين في رموز النظام في الحديثهم عن الكم الكبير الذي يشهده العالم تلك السلمية الرائعة التي عاشتها شوارع الجزائر ربما لم تصل الرسالة أو أنهم يتجهلون المطلب الأساسي وهو رحيل السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صبعا بلا شك هذا الوقت القادم سيدفع في ذل غياب التأطير المرفوض أيضا من طرف الشارع الشارع اليوم يقول أنا لا أحتاج إلى أي شخص يتحدث بإسمي لا أحتاج إلى المحامي مصطفى بوشاشي أو غيرهم أنا أعلم تماما ما أريده من هذا الحراك المطلب واضح ولا داعي لأن يتحدث بإسمي أي شخص آخر مدام هناك لا يوجد أي استجابة أعتقد أن الخطوة الأولى التي يجب على النظام الالتفات إليها المطلب الأول الذي رفع في الجمعة الأولى وهو رحيل السيد عبد العزيز بوتفليقة نهائيا وبفورا دون أي شروط أو دون تأجيل أو تمديد أو دون أي تحديد أجندة معينة للرحيل ثم نتكلم في المرحلة الثانية عن التأطير والمطالب وربما المفاوضات مدام لا يوجد هذا المطلب تم تنفيذه لا أعتقد أن الشارع سيتوقف وستزداد المطالب كنوع من الضغط على السلطة للعودة والاستجابة للمطلب الأول ولكن يبقى السؤال أيضا في حال تم تلبية هذا المطلب بتنحية الرئيس أو ربما اعتزال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم هل هناك من شخصية من الممكن أن يرضى بها الشارع لتقود المرحلة الانتقالية الشارع واخذ مطلب الرحيل يعني مطلب ربما قضية كرامة ومبدأ في ما يوحي به التظاهر الجماهيري الكثيف جدا يعني العادات تتزايد يوما بعد يوم لا يتكلمون على البديل لأنهم يعتقدون أن البديل سابق لأوانه مدام المطلب لم يتحقق سنتكلم عن البديل عندما نجد نية حقيقية للرحيل كيف نتكلم عن البديل اليوم ولا توجد نية للنظام للرحيل أصلا فبالتالي البديل أكيد موجود وهو لم يتقدم لم يطرح نفسه لأنه يخاف من أن يصطدم بالرفض أو يصطدم ربما بشكل أو بآخر لا يوجد أي مؤشر لرحيل النظام أصلا أشكرك سيد محمد علال الصحفي كنت معنا إذن من الجزائر العاصمة من جانبها أكدت أسلطات المغربية موقفها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات التي يشهدها هذا البلد منذ 22 من شباط فبراير إذن بحسب ما أفاد وزير الخارجية ناصر بوريطا الذي أكد أن المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بشن هجمات ضد عاصمتي السعودية والإمارات التي انتقودان تحالفا عسكريا ضدها وتزمن هذا التهديد مع محاولات الأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في البلاد ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ختام هذه النشرة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر